حالة من النفير أعلنتها الأجهزة الأمنية بولاية كاريفونيا فور تلقي تقارير عن أضرار جسيمة وقعت بسبب العاصفة المدارية هيلاري وتحذيرات من فيضانات عارمة شرقي وغربي لوس أنجلوس نتيجة هطول أمطار غزيرة هيئة الأرصاد الأمريكية ورغم خفضها لتصنيف هيلاري من إعصار إلى منخفض مداري إلا أن حاكم ولاية كاريفونيا أعلن حالة الطوارئ في معظم المناطق الجنوبية لولايته بعد إصدار تحذيرات من حدوث فيضانات في المناطق الصحراوية بشكل خاص بسبب مخاطر الفيضانات العارمة ولقي شخصان حتفهما فيما وردت أنباء عن حدوث سيول في شبه جزيرة باخا في كاريفونيا المكسيكية بعدما غمرت المياه عددا من الطرق وإلى شمال شرق اليونان تواصل اشتعال حرائق الغابات لليوم الثالث على التوالي على مدينة إلكا ساندروبوليس الساحلية في مندلع حريق آخر في شمال أتيكا نحو مئتي عنصر من الإطفاء تدعمهم سبعة عشر قادفة مياه ومتطوعون وشرطيون شاركوا في مكافحة النيران في أماكن متفرقة من المنطقة ساعينا إلى منع وصولها إلى منتزه دايدا الذي تعرض العام الماضي لأضرار جسيمة جراء حرائق الغابات السلطات اليونانية سارعت إلى إخلاء نحو عشر بلدات محذرة من خطر نشوب حريق ضخم في منطقة العاصمة أثناء ومناطق أخرى في جنوب اليونان ومن المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية شديدة الحرارة والجافة في اليونان عدة أيام والتي قد تزيد من مخاطر اندلاع الحرائق في عدة أماكن ترجمة نانسي قنقر